ومن غزة ينضم إلينا وسام أبو شمالي الباحث السياسي أهلا بك سيد أبو شمالي ما الرسالة الأساسية الأهم التي تعتقد بأن حركة حماس أرادت توجيهها عبر هذا الخطاب الناري لسنوار الرسالة الأساسية عنوانها القدس أغلب الخطاب وما ردده السيد السنوار في خطابه اليوم يتعلق بالقدس الممارسات والجرائم الصهيونية في القدس وباحات المزل الأقصى واضح أنها خط أحمر لدى قيادة المقاومة وبالتحديد حركة حماس اليوم سيد السنوار في خطابه يوصل إغسالة تهديد وعيد بأنه في حال استمر هذا العدوان وهذا الاعتداء السافر من شرطة العدو والمستوطنين في باحات المزل الأقصى وتدنيس المزل الأقصى بهذا الشكل وهو أشار إلى إحدى الصور التي برزت في كل الإعلام وهي الصورة التي كان موجود فيها شرطة الاحتلال داخل المصلى القبلي أشار بأن هذه الصورة لم يسمح لها أن تتكرر وهي رسالة تهديد وعيد وفي إشارة أخرى لا تقل أهمية بأن هذا الصراع لا شك أن الصراع السياسي وصراع وطني وصراع على الأرض وصراع مع الاحتلال على الأرض لكن الاحتلال بهذه الممارسات هو يحول الصراع إلى صراع ديني الحقيقة هذه النقطة أثارت جدلا كبيرا تحديد السنوار من الاضطرار إلى خوض حرب دينية إقليمية هل تعتقد هذا التحذير يستند فعلا إلى معطيات واقعية في ظل ما نشهده من تخلي واسع عربي وإسلامي عن الفلسطينيين الآن الواقع أن القدس محرك وملهم لجموع الأمة العربية والإسلامية القدس والمسجد الأقصى حافز ديني وحضاري وتاريخي كبير لا يدرك ربما أحد كيف سيفجر هذا العنوان كثير من المكنونات الداخلية في نفوس العرب والمسلمين وحتى المسيحيين لأن الاحتلال اعتدى حتى أيضا على المسيحيين في سبت النور وبالتالي الغسالة الأساسية أنه ربما هذه المسلكيات من الاحتلال هذه المسلكيات تؤدي إلى حرب دينية هو يقول المجتمع الدولي اضغطوا على هذا الاحتلال اجبروا الاحتلال مارسوا نفوذكم على هذا الاحتلال بأن لا يحول هذه الحرب إلى حرب دينية حماس لا تريد هذه الحرب الدينية والقوى المقاومة لا تريد هذه الحرب الدينية لأنه السرع على الأرض لكن هذه الممارسات المستوطنين اللي بيقتحوا مباحات الأقصى في وضح النهار اللي بدهم يغيروا الوضع القائم اللي موجود ما يسمى بالاستاتيكو اللي هو من عام 2000 تم تغيير الوضع القائم في الأقصى سنويا يتم اقتحامه بالعشرات ثم المئات حتى وصل إلى أكثر من 27 ألف في الأعوام الأخيرة وبالتالي هذه المسلكيات لا تتحكم فيها لا حماس ولا غير حماس كل المسلكية ستؤدي إلى حرب دينية إقليمية وأنتم رأيتم جموع الناس والجماهير في الوطن العربي والإسلامي كيف تخرج وتغفع راية القدس هذه القضية الأساسية التي حاول السنوار أن يوصلها بالتحديد لمجتمع الدولي وأيضا للإحتلال القصة ليس قصة بس رمضان الممارسات الإسرائيلية واقتحامات الأقصى مستمرة قبل رمضان وستستمر بعد رمضان هل هذا يعني أن الانفجار قادم من هذا الكلام؟ هل نفهم من هذا الكلام؟ الكلام الذي قاله السنوار عن رمضان بأن المعركة ستبدأ بعد رمضان ولن تنتهي بانتهاءه؟ الانفجار قادم؟ الانفجار قادم وهو مشروط بمسلكيات الاحتلال إذا الاحتلال لم يكبح جماح المستوطنين وغلات المستوطنين يكبح جماحهم وعدم استماح لهم باقتحام بحات المسد الأقصى إذا استمرت هذه المسلكيات استمر إصرار الاحتلال على تقسيم الزماني والمكاني المزلي الأقصى أنا أعتقد أن الانفجار لن يستطيع أحد أن يوقفه حتى لو حماس أو فصيل مقاوم آخر لم يرد أن تنفجر الأوضاع الأوضاع ستتحرج إلى مواجهة كبيرة أعتقد لن تسعى فلسطين ربما تشمل ساحات أخرى وجبهات أخرى سمعنا كثير من التحذيرات والتهديدات في هذا الإطار لذلك أنا أعتقد أن الاحتلال درس خطاب السنوار اليوم بشكل عميق المجتمع الدولي سيدرس هذا الخطاب بشكل عميق لأنه رسالته كانت واضحة وخطوط الحمر كانت واضحة المزلي الأقصى خط أحمر اقتحاء المزلي الأقصى خط أحمر لكن هناك لقات عديدة أخرى في الحقيقة سيد وثام وهنا أريد أن أسأل عن الفرز العاطفي والواقع في هذا الخطاب أم أن ترى ربما أن كليهما واحد تحدث عن أهداف السنوار في متناول اليد هل تعتقد بأنها يمكن تحقيقها فعلا في المدى المنظور لا شك أن السنوار وقيادة المقاومة عموما ترى أن الصراع مع هذا الاحتلال هو صراع طويل وهو صراع يتم مراكبة النقاط بشكل تراكمي وليس بالضربة القاضية الكل يدرك الاحتلال ما لديه من قوة عسكرية وتحالفات إقليمية وتحالفات دولية والكل يدرك أنه بدأ له خيوط في المنطقة عبر مصاري التطبيع القائم الكل يدرك هذه الحقيقة لكن هناك فرق من حيث أن هناك مقاومة تمتلك إرادة قوية في الدفاع عن شعبها وهذه الإرادة عكستها معكة سيف القدس في رمضان الماضي قبل نحو عام المقاومة في حينه هددت أنه إذا مسيرة الأعلام انطلقت نحو باب العمود ونحو المسجد الأقصى ستطلق صواريخ على القدس واطلقت الصواريخ وكانت هذه مفاجأة حتى لدوار الاستخبارات الصهيونية التي لم تكن تتوقع أن تقرر حماس وقيادة المقاومة أن تطلق صواريخ على القدس ومن فعل نجحت في كبح جماح أو في كبح بعض التهديدات حتى في رمضان الحالي نجحت المقاومة ولو جزئيا كان هناك في إصراء على ذبح ما يسمى بذبح القربين في باحات المزل الأقصى وهذا فشل ولم ينجح كان هناك إصراء على أن تمضي مسيرة الأعلام بقيادة الصهيونية المطرف من كفير وهذا أيضا لم ينجح إذن هناك أيضا نداءات مستمرة وصراع أصبح موجود داخل الأرواق الصهيونية على أن المطرفين الصهاينة المستوطين وغلاد المستوطين ابن كفير وجماعته يقودون إلى معك لا أحد يريدها وبالتالي هذه الإرادة هي التي تحدد معالم الصراع في الوقت الحاضر موازين القوى الكل يدركها المقاومة يدركها لكن أيضا إرادة الدفاع الدافعية القتالية الإسراء على الحق أيضا عنصر مهم ومركب مهم على الطاولة الفلسطينية وأيضا الفلسطينيين ليسوا مكشفي الظاهر لهم حلفاء ولهم أيضا أنصار وجماهير الأمة العربية والإسلامية في لحظة باللحظات تعتقد المقاومة أنها قادرة على التحرك لجم هذا الاحتلال للجم عن اعتداءات المستمرة في اتجاه الأقصى السؤال الأخير لك سيد ويسام الآن عن دعوة السنوار لتشكيل مواصفها بالجبهة الوطنية بماذا ستختلف هذه الجبهة عن قيادة العمليات المشتركة للفصائل هل هي دعوة مثلا لتوحيد الصف من جديد بعدما استعصى الآن إنهاء الانقسام الحالي الدعوة واضحة هناك غرفة عمليات مشتركة موجودة فيها 13 فصيل عسكري مقاوم وهي تشكيل عسكرية سبقها بعض التشكيلات السياسية التي خاضتها فصائل العمل الوطني والإسلامي في محطات مختلفة مثل مسيرات العودة كان عندنا الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار هذه تشكيلة وطنية كانت كل الوطني موجود فيها بما فيها حركة تفتح وكان في عندنا أيضا الهيئة الوطنية لمواجهة مشاريع التصفي وصفق القرن وكان فيها برضو الكل الوطني الآن إعلان السنوار واضح أنه نحن أو الفصائل الوطنية مقبعة تشكيل هيئة وطنية مقاومة تحاول أن تصيغ استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال هذه الهيئة بما أنه موجود فيها هيئة عسكرية وموجود فيها مسارات مختلفة لقيادة أنشطة الآن هذه المسارات يفترض أن تتوج بتشكيل هيئة وطنية جامعة لبناء برنامج وطني واستراتيجية وطنية تواجه الاحتلال وأيضا تواجه هذا المسار الموجود في منطقة مسار التطبيع وأيضا تدع حدا لمسار التسويل الفاشل اللي هو الآن أصبح يعني عديم الجدوى ومسار مغلق وبالتالي هذه الجبهة الوطنية التي يعني عنها السنوار أنا أعتقد أنه ربما يكون لها ملامح ومؤشرات في المرحلة المقبلة لسياغة استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال بالأحوال خطاب السنوار ما زال لا يتفاعل سيد ويسام ولم يتضح تماما الرد الفعل الإسرائيلي عليه وما إذا كان سيردعها أم لا شكرا جزيلا لك ويسام أبو شمالي الباحث السياسي من غزة وللإضاءة على تفاعلات هذا الملف نتحول إلى مركز العربي لرصد منصات وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لك فرح وأهلا بكم مشاهدينا الردود على كلمة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار سجلت حضورا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها التحذيرات من مغبة استمرار الاحتلال بممارساته في القدس مستخدمون المنصات مشاهدين قرأوا خطاب يحيى السنوار من نواح عدة منها الوحدة بين الفلسطينيين وما ستكون عليه الفترة المقبلة التي يتوقع أن يتصاعد فيها التوتر مع إسرائيل نبدأ بالمسؤول في حركة حماس إبراهيم المدهون الذي يرى أن كلمات السنوار تحسب بدقة وما يطلقه من تلويح واستعداد لمعركة الدفاع عن الأقصى جدي جدا وهذا يدفع لاستنفار كامل أمام أي عدوان على المسجد الأقصى ويتابع المسؤول المقاومة مستعدة للدفاع عن الأقصى ومشهد دخول قوات الجيش الإسرائيلي للمسجد القبلي هو أعلان حرب وهناك من استدل إلى تقدم في معادلات الردع لدى حركة حماس مثل الصحفي راجي الهمص الذي يشير إلى أن ما وصلت إليه المقاومة الفلسطينية في الأعداد يهيئ لنهاية إسرائيل على حد تعبيره الصحفي نضال الوحيد يعتبر أن ما جاء في كلمة سنوار كلمات واسعة تضع أمام الشعب خيار عدم رفض أي معركة قادمة أما الناشط إبراهيم شقورة فيشير إلى اتسام كلمة سنوار بالوحدوية وذلك مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة حسب وصفه وفيما يخص الممر البحري الذي تحدث عنه السنوار يقول صحفي أحمد أبو عامر طرح الخط البحري يظهر وكأن حماس ضاقت ذرعا بالوسيط المصري واحتكاره ملف قطاع غزة وتهديده المتواصل بقضية البضائع وحركة المسافرين على معبر رفح كما جاء في نص التغريدة وعن حادثة إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلي يرى الباحث سعيد بشارات أن عملية إطلاق النار في أرئيل وقعت في ذروة الاستنفار الأمني الإسرائيلي ويتابع خمسة وعشرون كتيبة في الضفة وحدها لذلك تعد هذه العملية معركة كاملة حيث أطلق المنفذون النار من مسافة أقل من صفر وبهذه التغريدة مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة عودة من جديد إليك فرح